ذكرت لجنة الحج وزيارة بسعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى أمس بلغ 718 ألف وثلاثين حجا من عدة جنسيات توفدوا عبر المنافذ الجوية والبحرية لأداء فريدة الحج هذا العام وأوضحت اللجنة أن 29.090 حجا وصلوا حتى أمس السبت من بينهم 25.962 حجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل 2099 حجا وستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حجا